قال دين الصوفية دين حق طبعاً دايزوا اللي بيقولها كفار بيقولوا نهى علي حق والكفار قالوا إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أنصبرنا عليها والله محمد ذكروا قرب يضللنا قال صلى الله عليه فرعون ذاته قال لهم ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا جنو سبيل الرشاد سبيل الرشاد قال لهم أنا أهديكم وقال له انذروني أقتل موسى ولإدعوا ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يضير في الأرض شنو فوس عليه السلام أو أن يضير في الأرض ما أي زول بيقول لك حق ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدواً بغير علم كذلك زينا لكل أمة شنو عملهم وقال نفسه علي حق ويحسبون أنهم مهتدون طيب قالوا دين محبة وتآلف وأما دين قال التيار السلفي دين تكفير والجماعات التكفيرية شو الزول دا على قال الصوفية دين محبة وتآلف أها يا حامد نحن بتحبنا ولا بتحبنا والله تبكرهكم ما خلاصي تبقيت معنا ما زول محبة انت بتحب منو دالي أخو بحب أهل الباطل وبخضونا نحن الجفري دا من كبار شيو خصوفية قال أنا أحب اليهود الجفري قال أنا أحب اليهود والله وأكره شنو الباطل ولا كلمة زيدي وبحب اليهود تحبهم كيف لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يهدون شنو من حاد الله ورسول اليهود حاد الله ولا ما حاده لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة ديال النصارى بجنب اليهود لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله شنو فقير ونحن أغنياء ذلك بتحبهم النازل قالوا يد الله مغلولة تحبهم قالوا دين محبة بحبوا ناس محينين هس نحن بكرهون نحن ما ناس نحن جن ديب بتكرهنا ليه قابور نحن بتكرهنا ليه قال دين محبة قال أيواء دين محبة وتآلف قال طيب إنتو كم طريقة ليه ليه تجانيه وقالوا ما تبقوا سوا كل كل ليه كم طريقة إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شي ويتقال أي حب محمود أي حب محمود قال تعالى في القرآن قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم جوه يعني دين مع الكفار بروا جوه ضدهم العداوة والبغضاء كله في الله سبحانه وتعالى دي أوثق عرى الإيمان سوفيا دي أوثق يا جماعة راويش يا ناس وناس بتاعين كذب بتاعين لخبة قال مديح للنبي عليه الصلاة والسلام مديح تقول فيه قوماك نزاور الأولي قال البرعي في ديوار رياضة الجنة ونرد جنة قوماك نزاور الأولي الأقطاب ليهم نشاور منهم خف الحال منهم مجاهر منهم عليم بالغيب باطن وظاهر قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله وما يشعرون أيانا يبعثون ومديح الصوفية ده مديح زول بيقول سار الليل للقرض قرش ناس حسان كانوا بقولوا كذلك بقرمج وقرض سار الليل للقرض قرش ماهو الحبوب ماهو الأغبش عنده حصانة ما بتفتش كهربت العالية بتحركتش أسيد الدين والله زميتها بأضاني ما تحقال دخل بلياء طلع كيكي ماهو الفجل ماهو البامبي هذي ده مديح دي ملاجة بتاعة خدار يااخ دين يااخ يدان لله تعالى به صوفية مجار ماهو المعنى الصوفية ما حصل يوم مدحو الرسول صاح صلى الله عليه وسلم أنكرنا عليهم في المديح ده مديحون ياهو كل مكل كذيه كل مكل وجه مدلقا زي ده كذيه قوماك يا علي وين ونجو السودان لا قوين تعرفت الصوفية دي الناس بتاعي انكذب وحامد دزول دجال والله الذي لاي لا غيره لافي زي الفرول المفضي بس لافي في الغرة دي كذيه أي غريه لافي فو 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 لقت في القريشات ومين اتا اختعالاش حدي اخ من الدق وروج ومش تاني في جنو ليه اخ تنخبض عقيدة الناس وعقيدة المسلمين وقلونا الصوفية بيمدحو الرسول عليه الصلاة والسلام صوفية اخيش لخبته فيه الولد قالوا كباشي بدي ولد وبالمديح زي ما ذكرت عليك علم الغيب قالوا الشيخ بعلم الغيب وبالمديح زي ما ذكرت عليك كل البيجيب المضطر قالوا بالمديح انها بخطب زي ما ذكرت عليك بالمديح وين يا اخ مدح النبي عليه الصلاة والسلام يا اخ قالوا قالوا ما دين التيارة السلفي دين تكفير والجماعات التكفير نحن ضد التكفيرين الدواعج دين لما انجوا البلد ما حاربوا حامد ولا الصوفية ولا بقدر يحاربون حرب علمية يا ويلا يقول لهم بس التطرف والارهاب ويمرقوها في امريكا ما شفت ذاك عمك ذاك اللي زيرك ما شفتو هوك ما رقى في البيت الابيض اللي زيرك يقولوا اتو عقيدتكن يهودية دي ما جايك لالي قدام ان شاء الله كذي خليها دي في وقت لكن عارف انه عشان الكلام ما يشتت عليك نحن البنحارب التكفيرين ونحارب الدواعج ونحن البنناغش ونالنغاش العلمي ضد التكفير نحن بغير وجه حق والله الذي لا يلا غيره بدل انه حامد ذاته في المحاضرة ذاته في الفترة اللفة فيها دي عشرين يوم يعيس في الأرض فسادة قالتو علماء سلطان فالزول لا عليك خرج بيجاي وخرج بيجاي اللي اتنين للأبواب دا دا دخلوا من أبواب متفرقة دا خرج من أبواب متفرقة كله التكفير دا نحن ضده ضد نكفر المسلمين بغير وجه حق وضد كذا وكذا ونحن ندعو إلى التعالف مع المسلمين ودخل بلاد المسلمين وندخل مساجد المسلمين وندخل بيوت المسلمين ونزور الأرحام ونزور الأهل وندعو إلى التراحم بين المسلمين وندعو لأن الجماعات كلها تنحل عن أحزابها وترجع كلها تتعالف على التوحيد والسنة والخير دا دعوتنا ودي الدعوة السلفية السلف دا المنون السلف دا الرسول والصحابة صلى الله عليه وسلم الرسول بلسانه قال لي فاطمة رضي الله عنه أنا خير سلف لك والسلف دا للصحابة والتابعون وأتباع التابعين ودي لها للخير ودي لها للمودة واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداءا فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمة إيشنو إخوانا ونحن من عادي التصوف لأنه دعوة شرك وباطل لو الناس كهرة بره في الشوارع ما قاعدين عاديون يطلطفون وبالتي أحسن وكذا وإخير نذكرهم بخير نمشي المواصلات نركب مع الناس عندنا ديقين ما عندهم ديقين ما نكفرهم قول لهم صاح طبقوا السلة لكن إخوانا لأنهم موحدين حبكم في الله لي توحيدكم وكذا 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 ما أب ولا يتميزنا من الناس بالباطل قاعدين مع الناس ونركب معاهم العربات وناكل ونشرف في المطائم ونتونز معاهم ونصل مناسباتهم وعادي الظريفين جدا وبناكل باسطة به لبن عاديل ناس بناكل باسطة يا مانا كيف نكون ناس صعبين يعني الصعب بتاع القرض ولا بتاع الباسطة أسألكم بالله أسلمساجد دي كلها بتاعت إخوانا ديل البي مرقون منا والبي يشاكلون والبي يشيلوا عكاكيس في مساجد الصوفية ولا السلافيين أسألكم بالله مش الصوفية البي يكتبوا ممنوع التحدث في بيت الله ما تذكروا الله في بيت الله ما تدعوا للتوعيد في بيت الله بكتبوها السلفيون ولا الصوفية أسألكم بالله البي يضاربوا ويشاكلوا ويطردوا وينبزوا السلفيون ولا الصوفية أخذ الصوفية وصلوا ورانا وبصلي هس هذا الحامد تقول له الصلخة الفلوها طبعا بيقول لنا وهابية نعم ما وهابية نعم أبدأ عالم وكتب كتب وفي التوحيد وجزاء الله خير ويشتغل أنا متابعين للرسول عليه الصلاة والسلام داري بقينا طريقة زي القادرية الثيانية ووق وهابية بيغادي ما وهابية نعم ماسكين الدري بالأصلي نعم ماسكين الترعي ماسكين الأصلي عديل بحر الأصلي هر بيغادي عرف الحاصل قول ليه بيجوز الصلاة خلف الناس ديل عليك الله سعده شوف بجاوب أقول لك شون ديل ما بجوز صلاة وراهن ويتك بكفرنا احنا مسلمين عندك يا حامد كذين احنا مسلمين عندك إتك إتك مجسمة كفار مرتدين وهو الاخير وطيب تكفيري انا ولا ايته يا ناس ناظر بتاعي اللغبة ما بتاعين تكفير دول احكموا عليه كافر دا بعد قامت الحج عليه ما بنستعجل اسي الحامد دا لو مش حامد العطالة التابع اللي والمساكين دا لو جو واحد عتر قال يا مكاشف ما بنحكم عليه كافر عينا حتى نبين له الحق من الباطن افهم المسأل اشتركوا في القناة